ما هي الأسباب حاليا التي تمنع حزب الله من أن يدخل على خط المواجهة؟ ليس هناك مصلحة لأحد اليوم حقيقة في توتير الأجواء في المنطقة أو في الدخول في حرب واسعة أو حرب شاملة أو حتى حرب مصغرة يعني لا المقاومة في لبنان ولا حتى الكيان الإسرائيل ولكن الأسباب التي دفعت اليوم إلى هذا الرد عبر فصائل فلسطينية هو ما حدث أمس في المسجد الأقصى يعني لا يستطيع أحد من المسلمين ممن يحمل في جسده دما أن يتحمل هذه المشاهد الوحشية التي مارستها الشرطة الإسرائيلية الصهيونية على المصلين العزل الذين يؤدون تقوصهم وصلواتهم في المسجد يعني هذا لا يتحمله أحد حقيقة من شرفاء هذا العالم لذلك اليوم يعني ما يحصل أو ما حصل أو ما سيحصل هو برسم الحكومة الإسرائيلية الفاشية المتطرفة هي التي حركشت إذا صح التعبير عش الدبابير في هذه المنطقة يعني ما يحدث يوميا في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة وفي مسجد الأقصى منذ شهر رمضان بداية شهر رمضان المبارك ما يحدث أيضا من قصف مستمر لسوريا للعاصمة دمشق وللمطارات الأخرى من فوق الأراضي اللبنانية أيضا يعني أنا أقول للذين يتكلمون اليوم والذين يزايدون بأن على المقاومة التي تدخل في موضوع الفلسطيني أو في الموضوع السوري هم لماذا لا يطالبون أو المجتمع الدولي أيضا لماذا لا يطالبون الإسرائيليين بالكف عن استخدام الأجواء اللبنانية في قصف دمشق والطائرات المسيرة الإسرائيلية تجوب أوقات طويلة في السماء اللبنانية لماذا لا نسمع أحدا من المجتمع الدولي أيضا والأمم المتحدة التي لا تفعل شيئا سوى عد الخروقات منذ العام 2006 إلى اليوم أنا أعتقد بأن الموضوع أصبح خارج السيطرة الضيقة اليوم هناك مرحلة جديدة هناك الإسرائيليون اليوم عليهم أن يتراجعوا عن هذا الغي وعن هذا التسلط وهذه العنجهية التي يمارسونها إذا كان عندهم أزمة سياسية داخلية عليهم أن يعالجوا أزماتهم في الداخل الإسرائيلي وليس نقل المشكلة إلى الخارج اسمح لك دكتور طارق بالتأكيد ليس من باب المزايدات أبدا بالتأكيد إنما هو ربما من باب الفهم حتى نفهم يعني حين أسأل حضرتك الآن من هو العدو الوحيد لحزب الله ستقول لإسرائيل صحيح؟ طيب الآن مرة ست ساعات الآن مرة ست ساعات دعنا نسميها على هذه المواجهة وهذا الإطلاق للصواريخ من جانب لبنان وحزب الله بشكل رسمي يلتزم الصمت تماما هذا هو سؤالي ما الذي يمنعه حتى من أن يتخلى عن صمته؟ ليس ملزما حزب الله ولا غير حزب الله بتبرير إذا كان له دخالة أو يد أو سماح للفصائل الفلسطينية كما يعني يقول الكثيرون أن من يتحرك في الجنوب هو لا يتحرك إلا بإذن من المقاومة أو من حزب الله ليس ملزما حزب الله بالرد وبتفسير وبتبرير أنه لا دخل له أو دخل له في هذه المسألة التي حصلت اليوم الإسرائيليون يمارسون الغموض في كثير من الأحيان وعلى الآخرين أن لا يلتزموا بالتصريح العلني عند كل حادثة أمنية أو عند كل مسألة تحصل لذلك اليوم يعني دعنا نناقش في الأسباب ولا ليس في النتائج إذا كانوا يريدون أن تبقى هذه الجبهة هادئة عليهم أن يراجعوا حساباتهم وأن لا يدخلوا في مغامرات قد تؤدي إلى اشتعال هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر